موسيقى استكمالا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية حيث نجحت القوات الجوية في تدمير ثلاث عربات دفع رباعي موسيقى وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها موسيقى كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا عثر بداخلها على اثنين أربي جي وتلات رشاش متعدد ومثدس وستين طلق أنواع كما تم مقتل أربعة أفراد تكفيريين وتم التحفظ على جثث القتل الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع موسيقى وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة معدة للتفجير موسيقى وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة لانفجار تي ان تي ودوائر كهربائية معدة للتفجير موسيقى وكميات كبيرة من مواد الإعاشة وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسب هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لضحر الإرهاب وملاحقته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بعزيمة لا تلين وتؤكد دائماً أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم